السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم يونس دياب من قناة فرنسي افك يونس ودي سادس حلقة لنا في سلسلة اللغة الفرنسية من السفر الحلقات اللي فاتت تعرفنا تصريف فعل يسمى زي تقول انا اسمى انت تسمى هو يسمى وزي تسأل عن الاسم وهكذا النهاردة ان شاء الله الحلقة الجديدة هنتعرف على ازاي انت تسأل عن اسم الغائب اسم الغائب يعني ما اسمه هو اللي مش معانا ما اسمه ما اسمها وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم السؤال عن اسم الغائب اول حاجة ماذا هو يسمى لو انت بتسأل شخص كده مثلا جابلت واحد في الشارع فبتكلم زميلك او صاحبك مثلا بتقوله هو اسمه ايده ماذا هو يسمى تمام ازاي نقولها بالفرنساوي كومو كومو تعودنا عليها انها بتسأل عن الاسم كومو كمون تيل سابال كومون تيل سابال لو لاحظنا كومو نطقناها من الانف awake هنا هتنطق ليه هتتنطق طب مش حرف ساكل الاي ينطق لقا هنا تتنطق لاني جاه راه حرف الاي المتحرك هتنطق كومون تيل سابل ماذا هو يسمى كومون تيل سابل او كومون سابل تيل كومون سابل تيل احنا متعودين انه الفاعل الجملة بتكون او طرق الاستفهام التلاتة اللي هم من دول اداة الاستفهام بعدين فاعل بعدين فاعل دي اول طريقة طريقة التانية اداة الاستفهام فاعل فاعل بدل فاعل فاعل بنخليها فاعل فاعل واخر حاجة اداة اللي هو الفاعل بعدين الفاعل بعدين اداة الاستفهام تمام يبقى الطريقة التانية كومون سابل تيل هنا الفاعل اذا كان منتهي الفاعل الملخوزة بتقول لك انه الفاعل لو كان منتهي بحرف متحرك الفاعل مبدوء بحرف منتهي بحرف متحرك والفاعل مبدوء بحرف متحرك فهيلتقوا مع بعض فلا احنا مش نخليهم يلتقوا مع بعض هنفصلهم بالت حرف الت تمام نفصلهم بحرف الت بقى بالنطق هيفجأ شكله ازاي كمون سابل تيل كمون سابل تيل كمون سابل تيل ماذا هو يسمى طريقة الثالثة إل سابل كمون إل سابل كمون الثلاث طرق بمعنى ماذا هو يسمى واي ضريقة منهم مستخدم تمام الرد بجأ عليهم إل سابل تايو هو يسمى تايو إل سابل هو يسمى واسم الشخص اللي انت بتسأل عنه تمام دي ضريقة ضريقة التانية اللي متعودين عليها اللي هي كالي 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 صنن كالي صنن كالي صنن هنا الصن دي ضمير الملكية للغائب ماذا هو ما اسمه لهاء الغائب تمام كالي صنن كالي صنن إل سابل تايو هو يسمى تايو إل سابل تايو بالنسبة للسؤال عن الغائب المؤنس اللي هو ماذا هي تسمى ماذا هي تسمى هو اسمها ايه اه ازاي نقولها بالفرنساوي نفس الطريقة بتاعت ماذا هو يسمى بتاعت المفرد المذكر بس بنغير اللي هو اللي هو اللي هو بمعنى هو بنخلي مكانها اللي هي بمعنى هي فهتبقي ازاي ماذا هي تسمى هناك كنا بنقول ماذا هو يسمى كمان تل سأفل وضعنا بك حرف تل لنستطيع رأيها متحر كمان تل سأفل درية التانية كمان سأفل تل كمان سأفل تل درية التالت ال سأفل كمان ال سأفل كمان ماذا هي توسم رد عليهم ال سأفل زايد الاسم بارقزم ال سأفل صوفي سوفي. هي تسمى صوفي. تمام? طريقة التانية باجا. طب. طب انت ليه بتقولي الطريقة التانية ما ها دي? طلعت طرق. لا. دي طريقة واحدة. بس عملنا ايه? اه طريقة واحدة بس ايه? اه بنجدمه ناخر في الفاعل وادات الاستفاهم والفعل. تمام? طريقة التانية بتقول. كله صنو? كله صنو? ما اسموها? كله صنو? هو نفس اللي استخدمناه مع ايه? ما اسموه? ما اسموه? كنا بنقول برضو كله صنو? لان هنا كلمة نو مذكر في بتاخد صنو مع الحالتين مع يعني لما اكلم اكلم عن واحد شخص مفرد مذكر او واحدة بنت مفرد مؤنس هجول نفس السؤال كله صنو? ما اسموه? ما اسموها? الرد عليها السابل صوفي. السابل صوفي. هي تسمى صوفي. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. ريت لو عجبتكم الحلقة نضغط لايك والاشتراك في القناة. والى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغفوار. ونافيني.